بسم الله الرحمن الرحيم معكم زميكم محمد عبدالعزي حامد درس لانجليزية درس لانجليزية من عام سبعة وتسعين سنة تخرجي حاليا ربنا قرمني وحصلت على مستر تخصص من منصورة وحاليا في السنة دي بشتغل باحث دكتوراه في تربية الزقزيق اه اهتمامات الاولى وهواياتي بتنصب في المجال الاول كل ما يمت للغة الانجليزية بصلة طبعا في البداية ده شيء اساسي عشان اكون مدرس انجليزي ناجح هبقى استمع يوميا الى حاجتني اثنين عشان اكون صراح معكم استمع القرآن الكريم وانجليش لانجوج في الانجليش لانجوج استمع حاجت كتيرة ازا كانت فيلمز ازا كانت بلايز ازا كانت فيديوز يوتيوب انسقا كل ده مطلوب عشان اكون مدرس ناجح لكن فيه هوايات اخرى في الحياة العامة اللي انا بعيشها من ضمن هواياتي ان انا كنت رانار عداء اه سايكلست هواية غريبة كده بعملها من فترة طويلة ان انا بطل على سطح بيت نوعد اتفرج على النجوم اه في اخر النهار بأتفرج على الطيور الطيور المهاجرة والطيور في البيئة المصرية بتاعتنا عشان اصف زهني ويكون دماغي رايق علشان اقدر اشتغل دايما اقدر اجيد في الفصل اتعامل مع الطلبة ومشاكلهم ومواقفهم اقدر ان انا اكون ايجابي مع القدارة بتاعتي ليه دور في طابول الصباح لأكتيفيتس بعملها مع الطلبة دور كبير ودور اساسي في حياتي كمدرس ان انا اشارك في حل مشاكل الطلبة بتوعي واتكلم معهم اتواصل معهم يكون فيه بين وبينهم جزء من الود والحب والتعاطف دايما معوجود مساحة طبعا من الاحترام والادب بالنسبة العملي كمدرس لغوية انجليزية اكتر شيء فدني في حياتي او لما كنت في تانية اعدادي قموس الياس الكيب ده اللي غير حياتي ده انا بقول خبرة حقية لكل مدرس عاوز يحترف يكون شاصر في الانجليش او هو عاوز حتى ينمي اولاده انا بدأت بالقموس فكان القموس ده يعني هشبههم اشبع ما يكون مع الفريق طبعا بالمصحف اللي بيحفظ كل القرون الكريم دايما عينه في المصحف سرق بيسمع غيره او بيقرأ كانت عيني دايما في الانجليش ديكشنلي علشان اعيش مع اللغة وده اللي شطرني والحمد لله تاني حاجة ان انا دايما استمع الى اا هقول زي ما بنتكلم كده امريكان او بريتش اكسنت بلاش الهندي فتستمع لغة سليمة علشان ودنك تتعود عليها لسانك يقدر بعد كده لما تنطق تنطق الكلمة اللي انت سمعتها كويس ما تنطقش الكلمة عشان انت سمعتها من زميلك او ممكن مدرس الدهالة بخلاص او اي حد لأ عشان تنطق يبقى عندك نازم انت سمعها صح يكون عندك لسانك مزبوط بالنسبة للعلاقات الشخصية مع الطلاب انا هكلمكم فرانكلي انا علاقاتي كويسة جدا الحمد لله مع الطلبة وقريب جدا منهم انا حتى لو انا ماشي بالشارع طالب من الطلبة اللي عندي في الفصول عد علي ما قلش سمع عليك او كلام مني انا مناديله ومانك راح فين ممكن يكون هو زعلان من حاجة عنده مشكلة في حاجة مزعلها من الفصل مني او من غيري فبددش معاه باتكلم معاه دايما يقبلني يقول له سلام عليكم انا اقول له سلام عليكم عشان هو ده نوع من التواصل بيني وبين الطالب وبين اهله يعني ده حقه علي في يوم الان ممكن يكون مدرس او دكتور او مهندس عشان حتى نعلمه عملية التواصل الاجتماعي اللي هو مهارة التواصل الاجتماعي مع الناس مع مدرسينه مع زملائه يعرفها يتعلمها يكون له دور فعال في المجتمع في يوم الان ما يتعرض لمشكلة ممكن يكون هو بيحلها او ويساعد حلها او بيقف في طابور الصباح زي كمعلم بيتكلم في الطابور بيوجه الطلبة في طلبة هناك بيشارب في نهاية الصف انا بنادعليه اسمه بقى نبهه ممكن اقول له كلمة بس مش كلمة شديدة كلمة مثلا زي ما بنسمع كده المدرسين بيشتمه لأ ممكن اقول له اخد بالك انت واقف نايم انت مش مصاح صح انت غير ملتزم بلهجة حده بلهجة شديدة تنبهه ممكن ياخد باله بحس ان انا اكمل الطابور بتاعه وابقى كويس معه بالنسبة لعلاقات كذلك مع الطلبة احنا قلنا من ضمن ادوار المدرس كتيتشر اللي هو ان انا اكون مشارك في حل مشكلات الطلبة لا يكفر ان اقعف على الصبورة واشرح وحطر الدرس بتاعي وعمل في النونت بوكس لا مين فعشان كده دوري ناقص اساعد في حل ما شاكل الطلبة انا مجد الطلبة دقريبي او جراني او معرفة او هو نفسه عنده مشكلة فخصية او عائلية انا عارفها فبالتالي بتانعكس على مستوى في الفصل سلوكياته مع زملائه ادابه اخلاقه في الفصل وفي الطبور وفي الطرقة فانا عارف خلاله فبالتالي ببدأ احشارك في حل المشكلة واخفف عنه مشاكل ده او او حتى يعني بنعمله نوع من التسامح لانه هو عنده خلل بس اردر في الفترة دي بسبب مشكلة ما قد تكون عائلية فبالتالي احنا زل نقف معاه وانساعده وده دور المعلم فطبعا بيطلع في الاعلام احيانا الناس بتتكلم عن المدرسين وبينتقدوا انا دايما احب اللي ينتقد يقول جوزين اتنين يقول البازيتف والنجاتف زي ما هتقول الاجابة يقول السلبي قول الحلو قول الوحش بس يقوله اسلوب اسلوب نقد بناء عشان نتعلم منه ونبدأ نغير وناخده كاساس ان احنا نبقى افضل لكن اللي بيطلع بينتقد نقض لازع بيعمل 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 سخرية من المدرسين حين المدرسين في اه كبيرة جدنا في المجتمع ومغضون حقها في حاجات كتيرة في ياريت اللي انتقدنا في الاعلام هقوله انتقد براحة بس ياريت زي ما تقوله كويس قوله مش كويس قوله الحل قوله الوحش ولكل حاجة ما تقولش نقطة واحدة وتتغفل عن الباقي بيحس طلعنا مدانين في الاخر في مواقف كتير حقيقية بتأثر فينا حتى بعد انتهاءها في يوم قابلني طالب كان عندي في ثلثة سنوي وبيحكيلي عن اول اسبوع له في الجامعة لما دخل قليل تربية قسم انجليزي بيقولي انا قاعد في المدرك فهم معي الدكشنيري بتاعي ففتحه عمل وبيتصفح على كلمات جديدة خدها في المحاضرة مش عادفة فلا زماله بيبصوه بقوله انت بتعمل ايه انا انا بتصفح كلمات وبكشف في الدكشنيري بتاعي فقالوه هو انت بتعرف في القمص فجئني السؤال هو انت بتعرف تكشف في القمص قالوه ايو طبعا انا باعف استخدم القمص كويس فبدأوا يسألوه تب انت تعلمتي فين وزي احنا لسه في اول اسبوع في الدراسة يعني فقالوه لأ ده انا تعلمتها فلما جاي بدأ يحكيلي وان الحمد لله كان يعني بقولي شكرا ان تعلمتين حاجة فقالوه لأ هو مش علمتك حاجة الا هو حقك ان انت تتعلم كده لان انا كمدرس ومعلمكش في الدكشنيري how to use الدكشنيري and utilize it يبقى انا ما قدتش دوري بكفاءة ولا بدور كامل فده كان موقف حقيقي انا عشته وبناشد كل مدرس قمص هو اساس اللغة فعلموا الطالبه ازاي how to use الدكشنيري in all their lessons اصعب المواقف اللي عدت عليها عد عليها موقف صعب في بداية تعييني في اول سنة كنت اشغال فيها اخر حصة كنت بدرس وكانت طلبة مني تقريبا كده دماغهم تقلت مش قادرين يستوعب الدرسة معي فانا بدأت كان معي ازايزة ميا بدأت ارش مياه على الطلبة وده موقف حقيقي فجأة لقيت الداخل معي سوبر فيزر بقول انت بتعمل ايه قلتولي بفوق الطلبة قال لي فوق الطلبة ترش عليهم مياه مين فاعشي ده كده غلط قلتولي بس فاقهم قال ليهم احنا هزوموا فوقه بس بالمياه فاقهم بطريقة تانية انا كنت اسا جديد مش عارف ازاي فوق الطلبة فلاقيته قال ليه هو قلوه ستند ابي سيداون تحرقوا مكانه تسير نون زفان شغالوا مروحة تكلمو داردش معاه واجه سؤال صعب يدعولي التفكير والتأمل وان ان انت تتحرك جميع افكاره وممكن موصلتش علي جاملش مشكلة بس انت هتفوغ بطرق كثير بس بداش رش معي باول ما مونكرفي التاني وانا كنت بدرس اشتغلت طول الحصه بعد الحصه لقيت السوبرفزر بتاعي يماشى معايا في الطلبة بقول لي ايه قال لي بالإنجليش قال لي You are burning yourself to do something You will do some of it But you can't achieve anything You can't achieve much of what you want أنا استغربت جدا أنا بقول له Why ليه أنت بتقول لي كده بتقول لي أن أنا مش أقدر حاجة رغم منها شخص طول الحصة قال لي You are burning yourself أنت بتحرق نفسك أنا مش عاوزك تخش الحصة من أول دقيقة لآخر دقيقة explaining and doing all the practices and instructions لأ أنا عاوزك تشتغل بالضبط كده third of the lesson بتين تلحص أنت لتشتغل The student practices The student practices reads, writes, does activities, anything الطالب يعمله أنت شغلتك director teacher, assessor, evaluator مش شغلك أنت تقدر تقول كل حاجة وتتكلم عن كل شيء لا مش ده دور المعلم الحقيقة دور المعلم أنه هو يجعل الطالب يشارك في العملات التعليمية مش أنه هو يقرأ ويعمل كل حاجة لما رحت الجامعة بدأت أقرأ في approaches about teaching and curriculum فلقيت كلامه وصبوط كلامه العلم إيه بقى كلامه العلمي أنا عندي approaches approaches اللي هو student centered approach و teacher centered approach أنا متخرج من الجامعة وعندي حماس علي جدا أنه أنا أشتغل وفيد الطالب بتاعي فبالتالي أنا واقف على السبورة بعمل everything everything I do طب لقيتني هنا شغال بال teacher centered approach والطالب بتاعي أنا positive الطالب negative أنا بوصل المعلومة والطالب بتاعي receptor الطالب بتاعي ساكن هادي ما بشتغلش والحل لا الحل إن أنا أغير في الابروتش التاني اللي هو student centered approach اللي أنا تكلمت عنه حالا إن أنا أكون أنا مش negative لا أكون positive بس student عنده positive more than me أعلى منه أكتر منه أوجهه أشغله أعمل monitoring للطالب هو بشتغل أخلي هو اللي يقرأ الطلب الكليفر يقرأه في البداية بعد كده بعد كده اللي هم آجي للنقطة تانية إن الطالب بتاعي وهو بيقرأ أنا بعمل مينجل أو بيحل أسئلة أنا بعمل مينجل مينجل يعني لما بتكلم في مينجل دايما هي strategy خاصة بال classroom management آآ هي أشبه بحركة النحلة على الزهور النحلة بتنتقل from آآ flower to another flower to another one to get it عشان تاخد الرحيك بتاعها وتلتمس العسل بعد كده في المستبل فهي بتتنقل من إيه flower to flower أنا كذلك بتنقل من دسك لدسك عشان أوجه الطالب لها ممكن طالب ما بيحلش الأسئلة أنا أوجهه طالب وقف عليه نقطة أساعده أو أحديله حتى السؤال لكن أنا بعمله push to do the practice and exercise فده كان كلام الموجه معنا كده أنا فهمته بعد كده لكن كان كلامه حقيقي فكل ما بزيد في الخبرة وعدد سنين الشغل ببدأ أشغل الطالب بتاعي أكتر فيقوم يستفيد من الحصة بتاعتي نقطة تانية بنقع فيها وإحنا بننطق أحيانا إن كان مدرسين وطلبة إن هو بيجي ينطق كلمة في بدايتها صوت اس الأس بتاعه بيديلها في البداية كمان شواء اي يقول speak فهنا نقول له ما كيش اي هي هو بيجيبها النية دي بتجيب الأس لأنه متأثر بالmother tongue بتاعه فإحنا عندنا بنزود أحيانا حرف إيه في البداية هو همزوده قبل كلمة speak فقالها speak طب أنا أحل الـ situation أو الـ إن أنا أسمعها له أكتر من مرة إن أنا لو معايا سمارت فون أشغله وخليه يسمعها وعد على كل طالب في الدسك بتاعه واسمعه الكلمة بوده لازم أسمع كل طالب الكلمة وده الحمد لله أنا بعمله وبقوله الزميل المدرسي دايما يكون معاك سمارت فون معاك على الأقل ديكشناري عليه بتسمع الطالب وده من ضمن الـ اللي انت بتكتبها عندك في الليسون بلان بتاعك إن انت معاك سمارت فون تشغله وده مناسب لجميع الليسون بلانز اللي انت هتشتغل فيه حتى لو انت بتشرح ريدك ما هيقابلك كلمة صعبة الطالب مش قادر ينطقها أو ممكن انت مش متأكد من ناطقها فتطلعت الفون بتاعك بتشغلها لو فيه سبيكرز في المصر سمعها المصر لكله مفيش أنا يعلم الله بعد على كل طالب اسمع حاله حتى لو حد قالك انت بتشرح التلفون اقول له ايوان بتشرح التلفون كذا وكذا ده من ضمن الـ الـ الز بتاعك في الفصل فلازم اتراع ان انت تنطق كويس هو ينطق كويس عشان يتعلم منك حاجة لو جيت تحتك بجانب لو انت معاك بـ وعاوز تعمل انترويو مسافر الخليج عشان تشتغل إن ما كانش انجلش بتاعك كويس تصدقني هيبقى موقفة بصعب ان تتسافر انا بحب التدرس وفيقول ان المدرس ابدله حقه الحمد لله لكن كنت اتمنى في يوم الايام احقق امنيت والدي الله يرحمه نصحني ان انا مدخلش ادبي وادخل العلم علشان اكون دكتور لكن انا رفضت لان انا حبيت الـ حبيتها بسبب ان المدرس بتاعي في الاعداد ربنا يرحمه يا رب علمني انجليزي كويس وخلاني احب اللغة فبالتالي لما بدأت احب اللغة بدأت اتجه في المجال ده وادرسها وادرسها واتعلمها لغاية حاليا بعمل بكتش دي فاللي خلاني احب اللي هو حاجات معينة كده اه اثرت في حياتي من ضمنها المدرس بتاعي في الاعداد كان بيشرح باخلاص فكل مدرس يشرح باخلاص حتى يلاقي فيهم الام طالب يدعيله دي نقطة بقطة تانية لما اخدت قاموس من بنت خالتي وتعلمت ازاي اعمل سيرش وكتب كلمات جديدة وابحث بدأت اسمع لغة لما باسمع اللغة كنت انا تغير كلمة افهمها وعشرة عشرين ما افهمها انت طبيعي هقول له كل واحد بيسمع اا اا امريكا ميفيز بقول له اسمع ما تخافش ومشترط تفهم كل حاجة حتى لو انت بتدرس دكتورة مشترط انك تفهم كل الكلمات الجديدة عليك ولا تكون مستوعب لا مش ضروري لانك لما تجي تحل هتحل بمهارات تانية خالص مش بضرور انك تفهم كل الكلمات بعارفها لان الحصول على المعلومة والوصول لها بحد ذاته مهار قد لا تكون لديك المعلومة لكن تعرف كيف تحصل على المعلومة دي المهار اللي انا عاوزك تتعلم ازاي توصل للمعلومة والشرط انها تكون معك في اللحظة دي بس تتعمل حسابك لما توصل المعلومة حافظ عليها ونميها انها ازاي فدايما الديكشنال بتاعك هو اللي يقويك واسمع لغة سليمة علشان تبقى انت نطقك وشغلك كله سليم اشتركوا في القناة